أزمة تصدير الحبوب والعودة للمفاوضات الروسية الأوكرانية كانت على رأس ملفات اجتماع وزيري الخارجية التركي والروسي في أنقرة تركيا طرحت آلية لاستحداث ممر آمن لنقل الحبوب نتحدث عن آلية يمكن إنشاؤها بين الأمم المتحدة وروسيا وأوكرانيا وتركيا لإحداث ممر لنقل الحبوب إذا كان الجانبان الروسي والأوكراني مستعدين للقاء مجددا فسوف نسهل ذلك وزير الخارجية التركي مولود شاوش أغلو أكد على ضرورة حماية حدود بلاده مع سوريا مما وصفه بالتنظيمات الإرهابية مع اكتمال تحضيرات أنقرة للبدء بعملية عسكرية جديدة على الشمال السوري ليأتي التعليق الروسي مواربا وأميالا للموافقة بتفهمه للقلق التركي نولي أهمية لمخاوف تركيا في سوريا ونعمل بشكل مشترك لمواجهة الإرهابيين يقول مراقبون هنا أن العملية العسكرية التركية الوشيكة شمال سوريا حصلت على ما يشبه الموافقة الروسية وهو الأمر الذي توليه أنقرة اهتماما كبيرا من حق تركيا أن تطهر حدودها من التنظيمات التي تصنفها إرهابية ويبدو أن روسيا تتفهم هذا الأمر وكلام لغروف يعني أن روسيا لن تعترض على العملية العسكرية الولايات المتحدة الأمريكية من جانبها أعربت عن قلقها العميق بشأن المناقشات حول النشاط العسكري المتزايد والمحتمل في شمال سوريا ودعت إلى الإبقاء على خطوط وقف إطلاق النار القائمة ودانت أي تصعيد يتجاوز هذه الخطوط الملفات التي نوقشت في الاجتماع التركي الروسي بقيت في معظمها معلقة سواء لجهة الملف الروسي الأوكراني أو الملف الليبي أما الملف السوري فبقي في ملعب الجانب التركي الذي يقول أنه على وشك إطلاق عملية عسكرية على الشمال السوري هنادي الخطيب الحرة اسطنبول